قبل ما سيب مباراة منتخب مصر وغانا من كام يوم لما عايز الدين قناحي نجمع المنتخب المغربي قال تصريحات فيما يخص منتخب مصر وقال ان منتخب مصر خد كاس الأمم الأفريقية سبع مرات عشان لعبته بتعرف تشتغل في المباراة دا سواني معه السورة عشان اقول بس قال انه لعيبة مصر بتكسب كاس الأمم الأفريقية ولعبته بتسجل هدفه باكابة طوع يمين وشمال كان عالك التصريحات دي في أحد الصحف الفرنسي وانا بصراحة طلقت هنا وقلت لكم انه مش لازم نكبر الموضوع مش لازم نوسعه قوي عايز الدين قناحي لعب كبير جدا ولاعب مهزب جدا ولاعب كنا فرحانين بيه جدا في كاس العالم وحن من أهم المواهب العربية والتصريحات بتاعت اللاعبين اللي عايشين في أوروبا بتبقى الشبه دي اللي هو ارمي هنا على المنافس هو شايف انه مصر هتفضل المنافس الرئيسي لمنتخل المغرية في هذه البطولة مهما حصل ارمي هنا تصريح اضغط هنا انكش هنا ده بيحصل في أوروبا طول الوقت بتشوفوا من كل المدربين ومن كل اللي عابلين في العالم يقودوا ينكشوا من المنافسين فيش أكتر من اللي عملت هولندا مع الأرجنتين قبل نصف نهاية كاس العرب مفيش أكتر من اللي عملوا بنجل ضد ليونيل ميسي فيش وهو يا بيب جورديو لو مولينه ياما كلوا ببعض في المؤتمرات كتير كل المدربين يعديك تمامين ألف مثل وبيفضلوا أصدقاء وبيفضلوا أحب كريسيا ورنالد وميسي عاشوا مع بعض كانوا بيرموا كلام كتير مع بعض والاتنين بيعترفوا انهم أعظم اتنين اللاعبين في العالم نهاردة عزي دين قناحي عشان يدلل على الكلام البلولك دو انهم ما عندوش مشكلة مع المتاخر بمصر ما عندوش مشكلة مع المصريين هاتوا الصورة راجل وسط المباراة مباراة مصر وغانا نزل الصورة الحلوة داية على الانستجرام الحساب الرسمي بتوع على الانستجرام حاطة عالم مصر وحاطة عالم المغرب وبيقول يا رب يا رب منتخم مصر يكسب شفتوا دين يا سهلة ازاي شفتوا الناس حلوة ازاي اه مش حابين طبعا 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 اي حد يقولك اي كلمة عن المتخم مصر طبيعي اي حد بنغير على بلدنا ما فيش خلاف بس نحط الامور في حجمها في حجم كرة القدم انه هو ملاكفة كرة قدم بتحصل في الدنيا كلها ما نكبرهاش ما نزودهاش نعشق المغرب ونعشق الشعب المغربي وجمهور المغرب وكرة القدم المغربية والمنتخب المغربي وهم يعشقون كل ما هو مصر بقولك الكلام دوت انا روحت المغرب اكتر من المر الناس تعشق المصريين تعشق كرة القدم المصرية والفرق المصرية واللعبين المصريين والاعلام المصري والشعب المصري فالحلقة حلوة خلاص خلوها في قطارها وبسطوها شكرا لعز الدين قناح على الموقف الحلو ده النهار شكرا يعني